مسألة تحول المحاكم لرقمنا أكيد ده كان على مستويات عدة دكتور زي اشتغلنا علشان نقدر النهاردة نشوف انه سيد رئيس بيوصي بانه القضية تدخل للمحكمة تاخد سنة علشان تكون انتهت هو الحقيقة يعني لازم نشيد بوزارة العدل لان قامت بجزء جبير جدا أولا تدريب الكادر البسري احنا النهاردة القضاء محملين والمستشارين محملين بأعباء كتير جدا طب النهاردة اذا كنتش انا هساعده رقميا انه يكون عنده وسيلة رقمية عنده الداتا بتاعت القضية كلها رقميا يقدر هو كمان يعدل عليها رقميا وفي نفس الوقت الرول اللي كان بيشتغل عليها رقمي القوانين بقى رقمية ما بقاش في حاجة تكتب يدوي دي نقطة مهمة جدا دي هتقضي على بيركراطية كتير جدا وحتوفر وقت كتير جدا وكمان هتقضي على جزء من الفساد اللي موجود سواء بأصد أو بدون أصد لان النهاردة لما تبقى الحاجة موثقة رقميا مش هقدر اصحب ورقة من اي قضية وخبيها مثلا مثلا على سبيل المسايا لا بقت كل حاجة مسجلة كمان على فكرة في منظومة التحول الرقمي في الحكومة عملوا نوع من الأرشفة الإلكترونية لمليارات من الوثائق الهامة لأن أحيانا في قضية نهاردة بتستند إلى قضية من عشر سنين صحيح طب هرجع لها من النهاردة قضية تاريخية هرجع لها من الورق لا لازم أرجع لها رقمية طب هي لو موثقة رقميا يبقى وفرت يعني شهور من الوقت للمستشار أو القادي اللي بيحكم في هذه القضية النقطة التانية ما أنا كمان هدخل فيه الجزء التقادي وتقديم المستندات والدفوع والنقد وكله من المحامين تشريعي صحيح كل ده كمان لما حيتميكن حيبقى الأمور كلها سهلة ده إحنا مش بس كده ده لتقادي الإلكترون يا دكتور طبعا ومش بس كده ده إحنا حنوصل مرحلة من المراحل وأعتقد مصر عليها الرابط أن النهاردة المحكوم عليه مش حالش لازم ينتقل النهاردة من محبسه مثلا في أي جهة إلى المحكمة رايح جاي لا ده حيبقى قاعد في محبسه مثلا وليكن في أي حتة والمحكمة الاقتصادية أو أي محكمة في أي مكان وكأنه بيستجوب وهو عن بعد رقمية طب دي برضو إيه بتوفر ده تغيير في المنظومة التقليدية ده ليه أولا ده بيوفر وقت كتير جدا بيوفر كان فيه عشرات الآلاف من السيارات ترحيل اللي بتنقل كل يوم ناس من هنا لهنا لهنا وكنا أحيانا نشوف عليها حدسة كده نتعرض عليها حراسة أو حد بيهرب أو 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 لا النهاردة خلاص ليه نعمل كده ليه لأنه قاعد مكانه والقاضي شايفه زي ما يكون قدامه يعني ما خلناش وعنده وسيلة أنه يتكلم أو يتحدث هو أو المحامي بتاعه إذن أنا بيوفر وقت بنجز ما أنا عشان أعمل نسبة من الإنجاز إذن هذا الكلام بيوفر مليارات ومليارات من الأموال ومليارات من ساعات العمل كل ده بيوفر في الحكومة جزء كبير جدا من الجهد وبيساعد طبعا المواطن إن على الحصول على تحل بسرعة آه على الحصول على يعني حقه العدال العدال النجزة النجزة معناها إيه؟ بسرعة وده مش بس يؤثر على الإنسان اللي هو عنده مشكلة ده يؤثر على المجتمع جميعا يعني كل ده بيوصل إيه في النهاية إحنا من ضمن أهداف رؤية مصر 20-30 يعني حياة كريمة للبشر حياة كريمة دي مش بس تعليم وصحة ومسكن ومأكل حتى الراحة النفسية حتى سرعة القضاء في النهاية بيأخذ حقه بسرعة النقطة التانية كمان إن إحنا مهم جدا إن يكون فيه حوكمة لازم كل حاجة في البلد تكون معروفة وفيها نوع من الشفافية فيها نوع من العدالة لأن دي نقطة مهمة جدا في تحقيق العدالة